موسيقى النشط المغاربية من قناة الجزائر الدولي أهلا بكم بداية استؤنفت الخميس بوهران غربي الجزائر العاصمة لليوم الثاني أشغال الندوة التاسعة رفعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا تحت عنوان دعم الأعضاء الأفارق الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحذير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الأفريقية وتشهد الندوة التي تدوم أشغالها ثلاثة أيام مشاركة رفعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقي علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة في تنفيذ مهامهم إنه لمن الضروري أن ننظم أنفسنا للتصدي معا للإرهاب والقضاء عليه باستعمال مجموعة من الأدوات والآليات المنسقة والمشروعة على غرار منظومة السلم والأمن الإفريقية التي تعد منظومة فريدة من نوعها في المشهد العالمي ومن شأنها أن تمكن صانعي القرار في إفريقيا من توحيد قواهم في مكافحة الإرهاب وتخفيف عبء تحمل المسؤولية بشكل فردي صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائرية الخميس بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2023 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل بحضور أعضاء من الحكومة ويقترح نص قانون المالية لسنة 2023 سلسلة من التدابير الرمية إلى دعم الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز على أهداف تضمن أكبر قدر من الفعالية والشفافية ويرتقب حسب نص القانون تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4.1% ونسبة تضخم قدرها 5.1% وصادرات قيمتها 46.3 ملايين دولار ووردات بـ 36.9 ملايين دولار واحتياطات صرف قيمتها 59.7 ملايين دولار في خبر آخر أطلق المجلس الرئاسي الليبي الخميس مبادرة لحل الأزمة السياسية عبر لقاء تشاوري بين المجلس المجالس الثلاثة بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باطيلي وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إن المبادرة تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد إلى ذلك جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفض الصفقات المشبوهة مؤكدا السعي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا يعلن عنها المجلس الرئاسي على أمل تقريب وجهة النظر ومعالجة النقاط الخلافية العالقة في البلاد مبادرة المجلس الرئاسي الليبي ستكون عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة الأعلى للدولة النواب والرئاسي بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باطلي وستعمل على تهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية وتأتي حرصا على إنجاز توفق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس الانتخابات رئاسية وبرلمانية انتخابات شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد دبيبا في اجتماعها السادس عشر على إجرائها كمسار وحيد يعكس إرادة الليبيين الرافضة للصفقات المشبوهة إن أكبر تحديا بالنسبة لنا هو حمال إرادة الليبيين الرافضة للصفقات المشبوهة ومنع التقاسم السلطة في مقابل الحماية والدعوة لمسار الانتخابات وتنفيذها في كافة مناطق ليبيا هذا الأمر يتطابق مع الموقف الأممي الذي يعبر عنه السيد عبدالله بتيلي قبل أيام من خلال بيانه الذي حتى الأطراف المعنية بإجراء الانتخابات ولأن تنمية تجمع الليبيين ومواجهة الأزمات الاقتصادية تواحدهم في بناء ليبيا كما يذهب عبدالحميد دبيبا فإن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها متناغمة وفقه مع البلديات الليبية ما يعكس وحدتها مع الشعب الليبي شهدنا اجتماع مخاتير المحال في كل مناطق ليبيا كل مناطق ليبيا اجتمعوا في طرابلس من جميعا حالي بشرقا وغربا وجنوبا ضمن جهود المتواصلة للحكومة وعن طريق وزارة الحكم المحلي في تفتيت المركزية وتفعيل الإدارة المحلية اجتماع كان تعبيرا حقيقيا عن تناغم الحكومة مع البلديات ووحدة الليبيين مع الحكومة الليبيون يريدون من يخدمهم ويحقق لهم الرفاهية ولا يريدون من يقودهم الى الحرب والانقسام والهلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ختم تدخله في الاجتماع السادس عشر للحكومة بوعد قطعه للليبيين بعدم خذلانهم او التهاون في تحقيق احلامهم لبناء الوطن الجريح طلب الرئيس والتونسي قيس السعيد من اعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الاربعاء استعادة ثلاثة عشر مليار دينار تونسي من الاموال المنهوبة وذلك خلال ستة اشهر وهي المدة القانونية المحددة لانجاز هذه المهام وادع سعيد اعضاء اللجنة الى تولي امانة استرجاع اموال الشعب والعمل بكل حرية واستقلالية مؤكدا ان الاموال المنهوبة المسترجعة ستوزع بطريقة عادلة ضمن خطة تهدف لاسترجاع الاموال المنهوبة في تونس جاء تنصيب اعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خطوة شدد الرئيس التونسي قيس السعيد على اهميتها لتحقيق صلح جزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية بالبلاد تسترجع على اثره ما يزيد عن اربعة وتسعين دولارا من الاموال المسروقة في غضون الاشهر الستة المقبلة والمبلغ المطلوب من الاربعمائة وستين المعلومية لأسماء ولديهم ملفات ومن مصدر حكومة 13500 مليار هذه هما اموال الشعب لابد ان تعودها للشعب التونسي لكن للأسف بعد سنوات وبعد اشهر اربعانية وستين تم حذف تلا اللي هو اربعانية وسبعة وخمسين ثم تم الحذف اضطرح اعدد اخر اللي هو اثنين وسبعين ولا ثلاثة وسبعين مسع الرئيس التونسي ترافق مع تأكيده ان الاموال المنهوبة هي اموال الشعب على ان توزع بطريقة عادلة حال استرجاعها داعيا المؤسسات القضائية الى الاسهام في انجاح مهمة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح ما يكون الا مع الشعب التونسي وتوقعوا على الله ولا تأخذكم في الحق لو ما تلائم وما تفرتوش في حتى مليم اي مليم يرجع للشعب التونسي داني امواله مبادرة الصلح الجزائي في تونس وان تأخر تجسيدها بعد اكثر من عشر سنوات من طرحها كفكرة الا انها تكتسي اهمية كبيرة في الوقت الراهن خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن تعاون جديد في مجال الطاقة مع موريتانيا عبر برنامج قطاع الطاقة التابع لمكتب موارد الطاقة وجاء في بيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة الامريكية في نواكشوت ان هذا التعاون بين البلدين يأتي للدفع بتنمية الطاقة المتجددة في موريتانيا ودعما للحوار والمشاركة المستمرة واضافت السفارة ان حكومتي الولايات المتحدة الامريكية وموريتانيا عقدتا حوارا حول الطاقة في الخامس من الشهر الجري أطلقته السفيرة كيراشت بمشاركة الوكالات المتخصصة في المجال من كلا البلدين انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة